تدعيات أزمة استفتاء كردستان مستمرة بين شد وجذب في كل من بغداد وإربيل التي زارها مؤخرا كل من رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي وسام النجيفي في محاولة لرأب الصدق النجيفي وابعد لقائه برئيس إقليم كردستان مسعود برزاني اعتبر أن قرار الاستفتاء كان أحادي الجانب وغير صحيح كاشفا أن المباحثات مع برزاني انتهت بابداء رغبة الأخير بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات والدخول في الحوار السيد البرزاني رئيس الأقليم كردستان أبدأ موافقته على تجميد الاستفتاء والدخول بحوار ولكن طلب في نفس الوقت رفع العقوبات هذا ما حصل يوم أمس ولكن لا سامح الله إذا اندفعت الأمور إلى المواجهة فهناك خطورة أن يقوم الكرد بإعلان الدولة من جانبه قال المستشار السياسي في ديوان رئاسة الاقليم هيمن هورامي في تغريدة له على موقع تويتر إن بارزاني أبلغ الجبوري أن الاقليم مستعد للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد من دون أي شروط مسبقة بغداد وعلى لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية طالبت بضمانات لأي حوار مقبل مع حكومة إقليم كردستان والإقرار بالحفاظ على وحدة البلاد نحن الآن نطالب ضمانات لأي حوار يجب أن يكون قائما ومستندا إلى الدستور والاحتكام إلى متبنيات الدستور هذا جزء أساسي والإقرار بالحفاظ على وحدة البلاد وبالتالي هذه الأسس التي يمكن أن تقود إلى حوار بناء التحالف الشيعي من جهته انتقد زيارة رئيس البرلمان سلم الجبوري إلى إربيل واعتبرها مخيبة للأمل يأتي هذا فيما صاعد نور المالك نائب الرئيس العراقي من لهجته رافضا الحوار والتهدئة مع إقليم شمال العراق قبل إلغاء نتائج الاستفتاء عادل اليافعي العربية وعاتت في البلاد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة واتشكرا اشتركوا في القناة